السلام عليكم انا عمر عاطف بيم ار ان دي انجينير دلوقتي هاعرض كود بيعمل فنشز حوالين كل الاعمدة اللي في البلدنج من اولها لاخرها سواء العمود كان راوند يعني مدور او العمود كان مستطيل او اي شكل تاني في نفس الوقت بيعمل اعمدة حتى لو الكلام نفسه اخد بيز ليفل اه انتري ليفل وتوب ليفل نفس الليفل ولكن البيز ليفل متديله افست لتحت الكيس دي برضو اه بقدر اشتغل عليها او الكود بيساكسس انه يشتغل عليها تاني حاجة تاني جزء من الكود اه هو كود واحد ولكن متضمن في الجزء ده اللي هو لو فيه يعني بيمز مخترقة العمود ده او متوصلة مع العمود التشطيب نفسه او الحيطة اللي هترسم او الفنيش اللي هترسم على العمود هيقطع فيه البيم وهيسيب مكانه الفتحة بتاعته ولو مرسوم بلاطة نفس الكلام هيقطع في البلاطة ويسيب الفتحة بتاعت البلاطة تمام طيب خلينا نجرب مع بعض الكود ده كده الموديل اللي انا بشتغل عليه اللي هو السامبل بتاع الريفت ودي الحيطة اللي انا هبدأ اشتغل عليها اللي هي البيزيك وال اسمها نيو طيب ودي لو جيت ابص عليها هتلاقي بتاعها خمسين مليميتر طيب خلينا نبدأ نرن الكود انا هفتح هنا الكود بتاعي وهدوس عليه رن انا هنا اخترت الوال تايب الوال نيو تايب هدوس عليه رن الكود هيبدأ يشتغل نيجي نبص على الموديل نلاقي كل الاعمدة اتحط عليها حويت من بالزبط البوتوم بتاعها لحد الطب بتاعها بنفس التفاصيل الموجودة هنا اتعمل لها رابين كلها بالاعمدة لو جينا نشوف بالنسبة للانترسكشن لو عملت هايد للعمود ده هلاقي بالزبط مفتوح مكان الكولم بتاعه والحيطة دي معمول لها جوين في الكولم ده فقط مش في كل الكولمز لو جينا نبص هنا هتلاقي العمود مفتوح مكان ال هتلاقي الحيطة مفتوح فيها مكان العمود لو جينا نبص على الوضع ده هنلاقي البلاطة اخدت من العمود في نفس الوقت ال بيم اخد من العمود وفاتح فيه بالمنظر ده بحيث انه يخصم مساحة التداخلات كلها كل البيمز عندي هتلاقيها بالمنظر ده طبعا البروسيس اللي اتعملت ما فيهاش اي استعانة بالنيفس ووركس بتشتغل على ريفت دايريكت كود واحد بالزبط بيشغل الفينيشينج بتاعة العمودة يعني بيحط لها الفينيشينج بطيب بول طيب احنا بنختاره ومش بنحتاج النيفس في اي حاجة ولو جينا نبص على كل الحوائط هنلاقيها بالمنظر ده متفتح فيها مكان الاعمدة كل الحوائط بلا استثناء اي كمر خبط فيها مكانه مفتوح بالمنظر اللي انتو شايفينه ده شكرا لكو شكرا لكو شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة